أصدقائي حيوني لا تنسوا الاشتراك بالقناة حلقتنا اليوم عن أطفال الأنابيب طبعاً يوجد لأطفال الأنابيب في حال تعزر الإنجاب الطبيعي أطفال الأنابيب بشكل 1-2% من عدد سكان الأرض تقريباً تكلفة عملية أطفال الأنابيب مرتفعة باهزة حوالي 15 ألف دولار تعتمد بشكل أساسي على شطارة الطبيب طبعاً يوجد لأطفال الأنابيب في حال مثلاً مثل ما أنه عند الرجل لا يوجد حيوانات منوية أو ضعف بالحيوانات المنوية أو قلتها يوجد لأخذ الحيوان المنوي من داخله الخصية المباشرة بالنسبة للمرأة في حال عندها مثلاً فشل مبيض مبكر يعني لا تنتج كمية أستروجين كافية خلايا أو أنسجة بطاعة الرحم وتهاجر لخارج الرحم فتأثر على المبيض والقنوات فالوب وتأثر على البويضات كمان عندك إذا كان عندها أورام ليفية هذه أورام ليفية حميدة لكن هناك شرط أن لا يكون داخل الرحم إذا داخل الرحم أطفال العبيب لا تنجح كمان عندك أسباب ثانية غير معروفة ما هي السبب؟ أحياناً المرأة تأخذ كمية كبيرة من موانع الحمل وتأثر على إنتاج المبايد تباحها كمان ممكن أن يكون لدينا كويسات على المبايد وتأثر على خصوبتها للمرأة أو على إنتاج بويضات كمان في عندها تقدم العمر يلعب كمان دور إذا كمان المرأة تقدم العمر يقل الخصوبة يتباحها عندك كمان ممكن أشياء ثانية مثلا إنه انسداد قنوات فالوبية اللي يتمر منها البويضات أو إنه المرأة عملية جراحية أزالت أي عضو من الجهاز السناسلوي للمرأة أو ربطة هذه القنوات إذا ربطتهم فهو بإجبال يبدأ تساوي عملية أطفال أنابيب ما فيها تحبل مرة الثانية طبعا حتى تنجح هذه العملية أول شيء المرأة لازم تفحص جسمها منيح تتأكد أنه كل شيء تمام البيتامينات كله تمام الهرمونات كله تمام تراجع طبيبة تبلش فيتامينات الحمل قبل ثلاثة شهر من العملية وخلال الحمل وبعد الحمل عند الرضاعة طبعا ممكن المرأة مثلا تعاني من هذه العملية مثلا من أعراض جانبية خصوصا عندما تحفيز المبايد لأنه تنعطى هرمونات كثير ممكن من 10 إلى 12 يوم وممكن تعاني من أثار جانبية مثلا وجع الحوض ووجع البطن ارتفاع درجة الحرارة مثلا تعب ممكن السمنة كمان ممكن غسيان اقياة أو دوخة ممكن تأثر عليها اثنين يجب أن تكون صبورة كثير حتى تحصل على نتيجة جيدة ومتبع أنه يجب أن يكون الطبيب شاطر مهم جدا يكون الطبيب شاطر كمان يجب أن يتخفف وزنه يجب أن يكون مؤشر كتلة الجسم تحت 27 يعني قريبة للوزن الطبيعي المرأة كل ما بلشت بالعملية مبكرة تحت 30 سنة نسبة نجاحة أكبر من أكثر من 30 سنة رقم واحد اثنين هيران المرأة اللي جابت الأطفال أول بعدين اضطرت لعملية أطفال الأنابيب نسبة نجاحة أكثر طبعا مكلفة عملية أطفال الأنابيب لذلك يلجأ لزراعة أكثر من جنين ممكن تنجح وتحصل على طفلين أو ثلاثة أو أربعة حسيت بأي عراض جانبية مثلا ارتفع درجة حرارة آلام بالحوض آلام بالبطن أو حسيت أنه بلش يصير فيه نزيف لازم تراجع الطبيب مباشرة يتأكد أن يرى كل شيء طبيعي طبعا هي العملية تصير بعيادة الطبيب وهي سهلة أول شيء يتم يأخذوا نطفة من الرجل وبعدين يأخذوا عدة بويضات من المرأة بعد أخذ البويضات من المرأة يتم عملية التأكد من سلامة هذه البويضات وأخذ البويضات السليمة ثم يتم زراعة أو تخصيب هذه البويضات ثم يتطور هذه البويضات وتصير جنين يتمهم مراقبة الجنين ويتأكد أن كل شيء سليم نسيت لكم أيضا أن في هذه المرحلة يتأكدون كل شيء سليم لعملية الأطفال الأنابيب أيضا إذا كان هناك مشاكل وراثية عند أحد الزوجين يتأكدون قبل أن يزرعوا داخل المرأة إذا كان عند المرأة سرطان فأحبت أن قبل أن تأخذ علاج كيميائي فممكن أن تجمد البويضات تباحها وبعدما يخلص العلاج تزرع هذه البويضات الملقحة وتجيب أطفال بعدما يكون بزراعة الأجنة ويتأكدون أن سليمة تستخرق هذه العملية من ثلاثة لخمس أيام ثم يتم زراعتها أو تنغلص داخل رحم المرأة وهو بدأت بقى رحلة الحمل تباع المرأة مثل ما أنها مكلفة ممكن تنجح وممكن ما تنجح تعتمد دائما على الصبر رقم واحد وتعتمد طبعا على شطارة الطبيب والتقنية الحديثة الموجودة داخل المخبر شكرا للمتابعتكم والسلام عليكم